افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي والتي أقيمت اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الأسيوي والسيد راجا راندير سنغ القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الأسيوي وسم الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من القيادات الرياضية وكبار المسؤولين وبهذه المناسبة أكد سم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن استضافة الندوى بمشاركة واسعة من كبار القيادات الرياضية والدولية يعكس حرص اللجنة الأولمبية المتواصل على المساهمة الفاعلة في الحركة الأولمبية وتعزيز القيم الرياضية وضاف سموه أن المرأة البحرينية حظيت بدعم جلالة الملك المعظم وصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتصل إلى مكانة مرموقة وتتبوأ أعلى البناصب مشيرا إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في تعزيز حضور المرأة بالعمل الرياضي لتكون شريكا رئيسيا في صياغة الإنجازات الرياضية وأكد سموه أن استضافة الندوة سيسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الآسيوية وتوجه سموه بالشكر الجزيل للمجلس الأولمبي الآسيوي على منح مملكة البحرين ثقة لتنظيم هذه الندوة مشيدا سموه بالدور الذي يلعبه المجلس في إشراك المرأة في عملية صنع القرار وتعزيز حضورها بصورة أكبر هذا وشهدت الندوة مداخلة عبر الفيديو لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ عبر خلالها عن شكره للمجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الشيخة حيات بن عبد العزيزة الخليفة على تنظيم الندوة وأوضح بأن الندوة هي عملية لقيادة التغيير وفرصة عظيمة لتبادل الخبرات والبرامج ونحن نضع يادنا بيدكم لنقود هذا التغيير من جانبه أشهد القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي السيد راجا راندير سينغ بدور الشيخة حيات بن عبد العزيز أهل خليفة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في اللجنة الأولمبية الدولية موضحا بأن هذه الندوة ستخرج بالعديد من التوصيات الهامة لتحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين بعد ذلك ألقت سعادة الشيخة حيات بن عبد العزيز أهل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي باللجنة الأولمبية الدولية كلمة أشادت فيها بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد أهل خليفة إلى أن استضافة البحرين لهذه الندوة يعكز التزامها بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي والمساهمة المشتركة بين اللجان الأولمبية لتحقيق هذا الهدف المنشود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الندوة بمشاركة واسعة من 42 لجنة أولمبية وطنية وكبار الغيادات الرياضية والدولية وممثلين منظمات المجتمعية يعكز حرصنا المتواصل على المساهمة الفاعلة في الحركة الأولمبية وتعزيز الغيام الرياضية التي تتواكب مع تطلعات اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي أن مملكة البحرين قطعت شوطن في تعزيز حضور المرأة في العمل الرياضي وتعكس استضافة هذه الندوة حرصنا على تبادل الخبرات والتجارب بين اللجان الأولمبية الوطنية في الغارة العسيوية والتعرف على أحدث الممارسات في هذا المجلس لاستعراض تجاربهم وخبراتهم وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر المجلس الأولمبي الآسيوي على منحنا الثقة لتنظيم هذه الندوة مشهيدين بالدور الذي يلعب المجلس في إشراك المرأة في عملية صنع الغرار وتعزيز حضورها متطلعين لأن تخرج الندوة بأفضل التوصيات وتطبيق أفضل ممارسات في هذا المجال مقدما الشكر والتقدير لكافة الغامين على هذه الندوة والمحاضرين والضيوف والمشاركين مع تمنياتاً للجميع بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته